بدايةً رح يكون عن الدراسة والعمل بعداً بنشوف القراءة العاطفية في العمل في أمور عم بتكون متعلقة اللي هي في مسؤول مسؤول عندك في الشغل عم يختبرك في أكتر يعني عم برجع يختبرك مرة تانية فتكون حذر عم يوصلوا أخبار عنك بس أنت عم تكون على قد هاي المسؤولية عندك الأمور عم تتعلق في بعض يعني ما في فصل كتير بين الشغل إذا تعبت نفسيتك بالشغل عم بتكون تعكس على البيت وإن كنت مبسوط بالبيت مثلاً بعكس على الشغل فيعني عندك الموضوعين مرتبطات في بعض بس عم بشوفك بتشتغل كتير هاي الفترة صحيح في مسؤوليات كتير ملقا عليك لكن يعني لازمك شوية راحة بين فترة وفترة يعني حاول إتنك ترتاح لأنك عرضة بالمرحلة الجاي عرضة لأوجاع لشي صحي ممكن يكون مشكلة صحية من كتر الشغل والحركة بس عم بشوف هذا المسؤول مبسوط منك في شهر أكتر شي مبين هذا بالورق اللي مستنين فرصة جديدة في العمل عم يشتغلوا على حالهم هلأ الطريقة مختلفة عم بيحاولوا يعني يتعلموا شغلات جديدة أو أول المهارات اللي عندهم بيحاولوا يتعرفوا على ناس بغية أو بهدف إنه يلاقوا شغل ويساعدوهم هدول الناس وأنا عم بشوف إنه فيه شخص بيساعدك يعني أو حتى أكتر من جهة عم بتساعدك أو عم بتحاول إنها تلاقي لك فرصة مناسبة لإلك فالحمد لله فيه مساندة بشكل من الأشكال لإلك بس الوظيفة اللي أنت رح تحصل عليها رح تحصل عليها نتيجة مؤهلاتك أكتر من موضوع واسطة وكذا يعني رح تدخل بالواسطة لكن بعدين رح تثبت جدارتك في هذا المجال إذن فيه برضو يعني ورق حلول اللي عم بدوروا على شغل بالناس اللي عم تدرس بتشوف نتيجة دراستها عم بشوفك يعني وأكنك عم تاخد فترة راحة بس أنا عم بحكي لك مش وقتها لا إلك صح الحظ حلو برج الدلو بشكل عام لكن بقولك ما يعني أنت تارك هايك تارك الدراسة ورايح ترتاح فعم بقولك لا خفف من هاي الطاقة وارجع لعقلك وارجع ادرس مش وقت الراحة بدك تعتمد أكتر على جهوداتك في الدراسة وعم بشوفك يعني مبسوط من هاي الناحية من ناحية الدراسة وكأنك عم تدخل يعني مجال أو دخلت مجال أنت بتحبه أو عن رغبة أو بتسعى لتخصص معين لشغلة معينة وعم توصلها ومنك تتعب النتائج ما رح تظهر بتستنى سفر عم بشوفك مشاكل بعدين وأكنه في معارضات على السفر بعدين عم بشوفك لا بتحتفل وعم بيكون في خطوة اللي هي ناحية يعني عم بشوف في فرصة منيحة وحلوة لبرج الدلو بالنسبة للسفر بس كمان على الأكتر يعني تغيير مسكن مش تغيير شغل لا الشغل بتهيئ اللي ثابت لكن تغيير ممكن مسكن أو تغيير في في مسافة ممكن تقطعها بهاي الفترة أو رح تسافر حتى ممكن لمنطقة في داخل دولتك للإحتفال بموضوع معين بس بشوفك عم تتعب لحتى توصل لمرحلة السفر وأكنه في مراحل كتير أنت مريت فيها وعم تمر فيها لكن عم بشوف على خير إن شاء الله وعم بيكون في سفر خلينا نشوف القراءة العاطفية إذن القراءة العاطفية أول إشي رح نبلش بالعزاب اللي إحنا دايما بنهملهم يعني أكتر إشي بنركز على المنفصلين فخلينا نشوف للعزاب هل في فرصة جديدة ولا لا أو في شخص قديم ممكن يظهر أو على حسب نشوف كيف إذن بالنسبة للعزاب لبرج الدلو أول كرت حلو تاني كرت حلو بالطاقة الماضية كنت شاعر بوهم اللي هو وهم السعادة كنت عم تشهر إنك سعيد بس فيما بعد اتضح لك إنه هاي مش سعادة حقيقية ومش هذا الحب الحقيقي اللي ممكن إنه تكمل فيه لكن في البداية كنت كتير مخدوع وعايش في عالم اتضح لك فيما بعد إنه لا هذا العالم وهمي وأنا يعني مشيت علي ومشي علي المقلب وكزا يعني بفان جرحت كتير في هاي الفترة الماضية عم بشوفك بتكون سعيد فيه خبريات حلوة فيه شغلات كتير حلوة عم تسمعها واكن ما ممكن يكون فيه شخص ممكن من طرف صديق ممكن صديق مثلا يكون هو الواسطة بينك وبين هذا الشخص لأنه ما عنده هاي القدرة أو الجرأة إنه يبلش في العلاقة أو يعني يحدد حتى نوع العلاقة مش عارف شو بدي يحكي لك تسوب دياك يعني يبين إنه كتير عاجب وكتير حابب إنه ياخد خطوة لكن هذا الصديق عم بيساعده إذن للعزاب فيه احتمالية كبيرة من صفات هذا الشخص ممكن تكون الأبراج مائية هوائية أكتر إيش يعني طاغي على الوراء ناري ممكن يكون هذا الشخص من برج ناري عم بيكون اللي هو مش متهور عم بيكون بياخد قرارات كتير في حياته وبيندم على بعض القرارات فما عم يكون حكيم بما فيه الكفاية لحتى ياخد قرارات كبيرة أو ما عنده هداك النضوج أو مش كبير بالسن ممكن تكون هاي من صفاته شخص مش طويل ولا أصير يعني ما ظهره كتير حلو لا نبين فيه شخص بالطريقة وممكن يكون فيه شهر تموز خلينا نتأكد بس هو شخص إلو مكانة يعني في المجتمع فيه إلو مكانة منيحة حلوة في عنده كل الأدوات لحتى يكفي حياته ويبلش يفتح بيت وكذا فهو بس حيبلش من الصفر معاك يعني ما حيجي يقولك إنه خلص نتزوج لا حيبلش معاك من الصفر يتعرف عليك فمش عارف أنا شايفي هذا الشخص إنه مناسب وحلو لبرج الدلو إذا ممكن يكون برج ناري أو مائي هذا الشخص خلينا نشوف للمتزوجين من برج الدلو لبرج الدلو للمتزوجين عم بتكون المرأة من برج الدلو عم تتهتم زيادة عن اللازم في الأولاد وفي البيت على حساب الزوج النساء فهذا الشي عم يزعل الطرف الثاني منها وعم بيحاول إنه يوصل لها معلومة إنه خفف شوي اهتمي فيه شوي بس هي كتير عم هذا الشي ليش عم بيصير لأنه بيين عندي إنه إيش هي تهتم بتفاصيل التفاصيل اللي هو بدها تتقن كل شيء بدها كل شيء مثالي مليون في المية الأولاد بدها تكون بدها بدها يكونوا دراستهم كتير واو يعني بدها كل شيء مثالي فهذا الإشي كتير بياخد وقت منها على حساب إنه تهتم في حالها وفي الطرف الآخر طبعاً هاي كانت الطاقة القديمة عم بشوفوا بيلمح الزوج وأكنه في وأكنه إنه حاب إنه يكون فيه تغيير بهاي العلاقة وتجديد فيه أشخاص عم ينفسوا عليكم حياتكم ممكن حياتكم الزوجية لكن الزوج عم بيكون كتير قوية شخصيته وما عم يحب بيكون فيه ناس تتدخل فعم بيكون كتير صارم في الموضوع فيه حمل ممكن يكون فيه احتمالية حمل لكن مش كتير كبيراً 60% للناز المتزوجين اللي عم ينتظروا حمل فيه حمل بس شهر تموز 60% بعد شهر تموز ممكن تعلى هاي النسبة لأنه فيه طفل فيه رضيع يعني في القراءة لكن هو مش جنيني يعني هو رضيع فممكن يكون فيه بعد شهر تموز بالنسبة للمرتبطين المش متزوجين واللي مش تاركين مش منتصلين اللي هما مع بعض وعلى حب وعلى علاقة متواصلين فخلينا نشوف ايش نوايا الحبيب نوايا الشريك نوايا الشريك لبرج نوايا الشريك يعني فيه ضبابية بهذا الكرت شوي ضبابية يعني وكأنه مش واضحة عنده الأمور لسه ما تضحط هو ضايع بين قرارين أو انت ممكن تكون العلاقة القراءة عكسية ففيه عم بختار شخص من تنين فيه إمكانية تكون علاقة ثلاثية يكون موجود لكن ضعيفة وكأنه ما إلها أهمية عم بشوفك يعني وكأنه أنت منتصر على إما طرف ثالث أو على مجموعة من الناس عم بتوقف بينكم وبين بعض هل فيه زواج مثلا؟ ممكن يكون زواج فيه احتمالية أن يكون فيه زواج لكن مش فيه تموز لكن حات تحسي حالك أو حات تحسي حالك في هاي الفترة كتير مرتاح نفسيا من ناحية الشريك هو عم يطاونك في تصرفاته عم يعملك شغلات حلوة كتير خلال هاي الفترة عم بيغار عليك بشكل كبير أنت عم بتكون مبسوط في هذا الموضوع هذا الشخص كمان يعني رح ياخد القرار وهو عم يدرس الموضوع بأكتر من طريقة فهو بطيء في اتخاذ القرارات لكن أنا شايفة بوادر خير يعني لحديث الآن يعني شغلات حلوة عم تطلع بيّن عندي أنه معجب فيك من ناحية أو فيك من ناحية الشخصية أكتر شخصيتك عم تعجبه أو عم يحس أنك أنت عم تكمليله شخصيته عم بتكونوا متكاملين هو هيك عم بيحس أكتر شيء بالنسبة إذن للمرتبطين خلينا نشوف المنفصلين إن شاء الله تكون كمان قراءة حلوة للمفاصلين اللي تعبانين لهم فترة إذن للمنفصلين أو المطلقين في اللي هو للمنفصلين في أبراج اللي اللي على العلاقة مع أبراج ترابية أو مائية أو هوائية هدول الأشخاص يعني العلاقة عم تتحسن شوي شوي ولكن فجأة الحبيب رح يخطر على باله إنه يكلمك فهو ممكن يتصل فيك ومش عارش بده يحكي خلص بس بده يتصل وبس بده يرجع عم بيكون في حاشتك كتير هاي الفترة حزين ما شعره إنه حزين كتير في ندم شعر إنه هو ظلمك في مرحلة من المراحل وإنت كمان يعني ما أصرت انت يعني ما سكت له يعني كان في أخده عطا كان في مشاكل من ناحيتك ومن ناحيته لكن عم بيحس حاله إنه هو ظلمك أكتر فعم برجع عقله لراسه بالأخير وعم يبطل يكون اللي هو محتار رح ياخد قراره ومبين فيه رجوع رجوع حلو رح يكون من نوع آخر رجوع اللي هو مفرحة ومفاجأة رح تكون وهو رح يفاجأك بموضوع تاني يعني فيه موضوعين على الطريق مع بعض الرجوع زائد الشغلة التانية فعم بشوف كتير ورق حلو فيه فرصة للرجوع فيه فيه مراقبة من الطرف التاني فدير بالك يعني يمكن يفهمك غلط أو كذا يعني ممكن تكون تحكي مع زميل أو كذا فهو يفهمها غلط يصير بده يتصل تراجع فكون كتير هاي الفترة مهتم بتفاصيل علاقاتك أكتر إشي هذا ببينه إذن ورق إيجابي 100% خلينا نشوف إذا فيه نصيحة ممكن نقدمها لبرج الدلو حبايبي اللي أنا بموت عليكم من أكتر الأبراج القريبين لقلبي برج الدلو خلص بحبهم هيكل الله في الله هما بنحبوا بصراحة يعني بستاهلوا بستاهلوا كل خير وإذا إذا فيه نصيحة خلينا ناخد نصحتين أو نشوف إذا الورق عم يعطينا نفس النصيحة أو نصيحة مختلفة عم بيقول لك كتير كون حذر بالفترة الجاي لكن الطمن عم بيطمنك عم بيحكي لك الحظ معاك هذا الشهر 100% رح تسمع أكتر من شغلة بتفرحك رح يصير عند الأعداء مشكلة كبيرة أو يعني فيه انتصار فيه عم تنتصر على حد الظلمك على مجموعة يمكن تكون من الناس على الأرجح عم تستعيد قوتك وكرامتك من بعد ما هدول الأشخاص حاولوا إنهم يعني يأثروا عليك بطريقة من الطرق فعم بيطمنك الوراء إنه كذا كمان عم بيحكي لك إنه في عندك يعني لازم تقعد مع حالك أكتر لازم تعطي لحالك وقت من الراحة أكتر اهتم بنفسك وبصحتك يكفيك اهتمام كتير بالأولاد بالأطراف الثانية اهتم بحالك واهتم بالطرف المقابل لأنه إذا أحملتوا أكتر من هيك ممكن تخسروا فهاي كانت النصيحة الأولى خلينا نشوف النصيحة الأوراق الثانية أكتر الوراء عم بيحكي لي إنه كون صارم واتخذ قرار عم بتأجله إلك فترة طويلة أو مشروع عم بتأجله لفترة طويلة بحكي لك اتحرك خلص هلأ الحظ معك بحكي لك ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة